معنا من إدلب مباشرة ميرنا الحسن مراسلة أورينت نيوز أهلا بكي ميرنا جديد خروقات ميليشيا أسد الطائفية والميليشيات الإيرانية على المنطقة العازلة في إدلب نعم وسام بداية دعني أقول لك عن البيان الصادر عن تنسيقية أو غرفة الاستجابة للتنسيق في الشمال السوري فقد أصدرت في الأمس بيانا وجهت عبره هي والنشطاء والإعلاميين الموجودين في الشمال السوري نداء استغاثة لكل المنظمات ولكل من يستطيع تلبيت هذا النداء بعد أن بات تعداد المخيمات في الشمال السوري فوق الألف مخيم أي هذه المخيمات تحتوي على قرابة 800 ألف مدني معظمهم من الأطفال والنساء ربما هذه المخيمات قد يزيد عددها في الأيام القادمة نتيجة استمرار القصف بشكل شبه يومي على مجمع المدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي والشرقي كما شاهدناه في الأمس وقبله ومنذ شهر إلى الآن لم يتوقف القصف المدفعي والصاروخي على تلك البلدات سواء كانت جرجناز والتمانعة وأم جلال وغيرها الكثير من البلدات الصغيرة والمدن القريبة والموازية لنقاط تمركز ميليشيا أسد الموجودة في أبو عمر وأبو دالي وأيضا العديد من النقاط الموازية لتلك البلدات هذه الحملة التي تشنها ميليشيا أسد على تلك البلدات دائما ما ينتج عنها حملات وموجات نزوح باتجاه مناطق آمنة نسبيا أو يعتبرها سكان تلك المناطق آمنة نسبيا مقارنة مع مناطقهم التي يتم استهدافها بشكل متكرر نتيجة قربها من مواقع تلك الميليشيات هذه الموجة من النزوح قد تكون مؤقتة ربما يعود بعض من العائلات إلى مدنهم وبلداتهم إذا ما عاد الوضع طبيعي كما كان وربما يوجد هناك عائلات قد أخذت منحة آخر للحياة في مخيم أو في أراضي زراعية قريبة من بلدتهم أو مدينتهم لا ندري كم هو من الممكن إزدياد أو حصول بالفعل كارثة كوننا على أبواب أو قد دخلنا فصل الشتاء معظم المخيمات تعاني من نقص في المستلزمات سواء كانت الغذائية وحتى مستلزمات الخيام من عوازل وغيرها الجميع يعلم أن تلك المخيمات ليست مبنية على إسمنت إنما على أراضي ترابية ممكن أن تضح بتلك الخيام أو تؤدي إلى إزاحتها من مكانها وأيضا قد نشهد في الأيام القادمة عواصف سواء كانت مطرية أو هوائية بدورها تساهم في غرق بعض الخيام ناهيك عن المشاكل التي تتسبب بها المحروقات التي يستعملها سكان تلك المخيمات فيلجأون إلى المحروقات القليلة الثمن مقارنة بالأسعار الموجودة الآن لدى المحروقات مما تسبب أيضا باحتراق بعض المخيمات كما شاهدنا قبل أيام قليلة وفاة طفل أو طفلة في مخيم في ريف إدلب الغربي أو في المخيمات الموجودة في ريف إدلب الغربي جراء احتراق خيمتهم نتيجة استخدامهم لوقود التدفئة هو أرخص ثمنا وغير صالح للتدفئة وهذا ما دائما يحذر منه المختصون في الشمال السوري بشكل عام وفي المخيمات بشكل خاص كوننا شهدنا حالات بالفعل من تلك الحالات هذا بالنسبة للوضع الإنساني كما ذكرنا بالنسبة للوضع الميداني والعسكري تستمر ميليشيا أسد بالخروقات العسكرية باتجاه المدن والبلدات الموجودة في ريف إدلب الجنوبي والشرقي مؤدية بدورها إلى سقوط عدد من القتلى وأيضا عدد كبير من الجرحة فضلا عن الدمار الحاصل في الممتلكات الخاصة والعامة وأيضا استهداف المخيمات والنقاط الحيوية كالمشافي وغيرها في تلك البلدات شكرا جزيلا لك إميرنا الحسن مراسلتنا على كل هذه التفاصيل كنت معنا مباشرة من إدلب شكرا